خمسون مليار دولار وربما ستون ملياراً هي حجم الديون التي تثقل كاهل السودان الذي يحاول بعد ثلاثة عقود الخروج من عتمة سياسية واقتصادية والعودة إلى نبض الاقتصاد العالمي وفقاً لصندوق النقد الدولي فإن الخرطومة تدين بخمسة مليارات وستمائة مليون دولار لمؤسسات عدة منها الصندوق نفسه والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنحو 19 مليار دولار للدائنين الأعضاء في نادي باريس وعلى رأسهم فرنسا والنمسا والولايات المتحدة أما الكويت أكبر دائني سودان يبلغ المستحق لها 9 مليارات و800 مليون دولار بالإضافة إلى ديون مستحقة لدول أخرى تصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار تخلف السودان عن السداد لسنوات جعل حوالي 85% من أصل 60 مليار دولار دين متأخرات تشمل فوائد غير مدفوعة ورسوم التأخر عن السداد خروج السودان من القائمة الرعية للإرهاب أتح لها فرصة الاستفادة من مبادرة تتيح تخفيف أعباء الديون على الدول منخفضة الدخل ما يعني إعادة الهيكل والإعفاء من سداد الدين بهذا الغرار استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي لكن ذلك قد يستغرق سنوات لا يملكها السودان الذي يحاول اللحاق بالركب العالمي لذا فإن التعويل الأكبر على رفع الدائنين جزءاً كبيراً من الأعباء وأعفاء السودان من المتأخرات وبالفعل تم التسوية بعض المتأخرات مع كبار الدائنين كالبنك الدولي بعد تعهد السودان بإجراء إصلاحات اقتصادية تخضع للمراقبة خلال السنوات الثلاث القادمة سيكون السودان تحت مجهر صندوق النقد الدولي لحين الوصول إلى نقطة الاستكمال حينها ستنخفض ديونه بنحو عشرة أضعاف أي ستة مليارات دولار فقط مكرم حناوي العربية